السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله مساكم بكل الخير أسعد الله مساكم بالفرح بالتفاؤل بالإيجابية دوما سنبتسم يوما وسنستمر دوما في الابتسامة لأن الأمل هو الحياة دوما أهلا ومرحبا بكم لكل من يتابعنا جمهورنا الكريم داخل دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات أهلا بكم إلى الإحاطة لعلامية الدورية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حول المستجدات وآخر الإجراءات الاحترازية وتفاصيلها لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سيكون معنا اليوم أو بداية ستكون معنا دكتور فريد الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة وأيضا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة لأشؤون الإسلامية والأوقاف والسيد عيسى الهاشمي المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي نبدأ بالدكتور فريد الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمرين معاكم في استعراض مستجدات الحالات والوضع الصحي والإجراءات للوقاية من مرض كوفيد 19 اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل نعلن لكم ولله الحمد عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 1546 حالة بعد تسجيل 103 حالات شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد أو كورونا المستجد وتعافيها التام من المرض وبعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة أيضا مستمرين في خطة توسيع نطاق الفحوصات لتغطية جميع المواطنين والمقيمين وفي مختلف مناطق الدولة حيث تم إجراء 3187 فحوصات جديدة هذه الفحوصات ساهمت في الكشف عن 483 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19 من جنسيات مختلفة وصلنا إلى مع هذا العدد لإجمالي 8238 حالة إصابة في الدولة حتى الآن كما نأسف عن الإعلان عن 6 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة حتى الآن 52 حالة نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم ونتمنى لذويهم الصبر والسلوان السادة المشاهدين يطل علينا خلال أيام قليلة شهر رمضان المبارك الله يبلغنا وإياكم وكل من تحبون صيامة وقيامة أكيد رمضان هالسنة رح يكون مختلف علينا جميعاً في ظل الظروف الحالية اللي يمر فيها العالم ونحن جزء منه صحة الجميع أولوية وعشان نعدي هالمرحلة لازم نغير من بعض العادات الاجتماعية اللي تعودنا عليها في رمضان في السنوات اللي مرت أمهاتنا وأخواتنا صحيح أن جمعة الأهالي والأبناء على مائدة الفطور حلوة وعادات مشاركة الأكل مع الجيران شيء تعودنا عليه من سنين لكن هذه السنة مختلفة خلونا نأجل هذه العادات آبائنا وأخواننا أكيد أن جمعات السحور مع أصحابكم مهمة لكن هذه السنة خلونا نستغنى عنها بصراحة رمضان بدون هذه العادات والتجمعات والزيارات ممكن يكون صعب علينا لكن رمضان هذه السنة أيضا فرصة فرصة لنا جميعا دامنا في البيوت نتبنى السلوكيات الإيجابية مثل الأكل الصحي ممارسة الرياضة والاهتمام بتطوير الذات وفرصة نكون أقرب مع أبنائنا ونتواصل مع الآخرين لكن بوسائل مختلفة الأهم إن رمضان فرصة للتقرب إلى الله والمحافظة على صحتنا وصحة كل من حولنا أبواب الخير في الإمارات كانت ولا تزال وستظل مفتوحة ولله الحمد نقدر نستغلها بأفضل صورة اليوم ونستمر في الخير والعطاء ونستثمر العادات الطيبة اللي كنا نسويها في كل سنة من خلال الجهات المعنية واللي وفرت اليوم التطبيقات والحلول الذكية كذلك في شهر رمضان ضروري نستمر في الإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد الجسدي وتعقيم الأسطح وغسل اليدين بالماء والصابون وأيضاً ما ننسى أيضاً مهم أننا نبتعد عن التجمعات وإن شاء الله تكونون جميعكم في صحة وسلامة شكراً شكراً دكتورة فريد الحسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة الآن دعونا نستمع إلى كلمة فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشامسي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والهوقاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات المشاهدين نطل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام ونحن نعيش في ظل ظروف استثنائية مؤقتة فرضت علينا نمطاً حياتياً جديداً في مختلف مجالات الحياة لذلك قامت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية في الدولة بالاستعداد الأمثل لهذا الشهر الفضيل من خلال عدد من المبادرات الرمضانية والتي نذكر منها أولاً مبادرة المنصة الذكية للقرآن الكريم فقد حرصت الهيئة على استمرار عمل المراكز القرآنية عن بعد طوال أيام شهر رمضان المبارك من خلال استثمارها للأنظمة الذكية في فتح الفصول الدراسية الافتراضية والتي تشمل على أربعة برامج وهي الختمة والحفظ وتصحيح التلاوة وكذلك تم تخصيص فصول لأصحاب الهمم كما قامت الهيئة باستثمار جهود أئمة المساجد المؤهلين في مجال التحفيظ لتحقيق أكبر استفادة للجمهور من غير منتسبي المراكز القرآنية من الخدمات التي تقدمها المنصة الذكية في أوقات مرنة وذلك عبر تسجيلهم في الموقع الرسمي للهيئة أو عن طريق تطبيقها الذكي أما ما يتعلق بالمبادرة الثانية وهي منصة الوعظ الذكية فستعمل الهيئة على مواصلة تقديم كافة خدماتها الوعظية عن بعد عبر ثلاث خدمات رئيسية أولها بث عدد من البرامج الدينية التوعوية في مختلف القنوات التلفزيونية والإذاعية في الدولة ثانياً تنفيذ المحاضرات الوعظية والدروس الرمضانية والدورات العلمية ضمن خطة الوعظ الموحدة عبر خاصية البث المباشر انستجرام لايف بما يضمن زيادة الوعي الديني لدى كافة أفراد المجتمع وفي ظل هذه الظروف الحالية ودعماً لكل من فقد قريباً أو عزيزاً خصصنا خدمةً لتقديم المواساة والدعم الوعظي عن بعد لهم وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءاً أما ما يخص المبادرات التي سيشرف عليها المركز الرسمي للإفتاء فسيقوم المركز بمواصلة العمل عن بعد وتقديم كافة خدماته للجمهور من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً عبر ثلاث خدمات نوعية أولها إقامة مجالس الإفتاء عن بعد عبر خاصية إنستجرام لايف ثانياً بثوا البرامج الإذاعية اليومية التي تختص ببيان فتاة والصيام باللغة العربية والإنجليزية والأردن ثالثاً إطلاق خطٍ إفتائي لتقديم الدعم الشرعي لكافة العاملين في الخطوط الأمامية وللإجابة عن كافة استفساراتهم الدينية أما ما يتعلق بإقامة الندوات الرمضانية والمؤتمرات العلمية عن بعد فستعقد الهيئة عدداً من الندوات العلمية والثقافية والوطنية خلال الشهر الفضيل كما ستعمل الهيئة على إثراء المحتوى الديني في مواقع التواصل الاجتماعي بما يعزز منظومة القيم الإيمانية والأخلاقية والأسرية أيضاً عملت الهيئة على إعداد دليلٍ توعوي تحت عنوان شهر الخير في بيتك غير يتضمن مجموعةً من الأفكار والممارسات المتنوعة والمبتكرة للجمهور لتحقيق الاستثمار الأمثل للشهر الفضيل وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وأن يديم على وطن الإنسانية والتسامح عزه وعطاءه وارتقاءه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل الشكر وتقدير لفضيلة الشيخ عبد الرحمن الشمسي المتحدث الرسمي عن الهيئة العامة للشهر الإسلامية والأوقاف إذن مقبلون على شهر الخير والعطاء شهر رمضان المبارك سوف تأتي هذه الأيام المباركة ونحن أكثر قوةً أكثر التزاماً أكثر تفاؤلاً أكثر إيجابية بإذن الله تعالى دعونا الآن نتعرف أيضاً على الجهد الكبير لمجلس الإمارات للأمن الغذائي ومع السيد عيسى الهاشمي المتحدث الرسمي على المجلس الإمارات للأمن الغذائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تولي دولة الإمارات ملف الأمن الغذائي أولوية ضمن عملها الحكومي وفي ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها العالم تحديات مختلفة ومن ضمنها إمدادات الغذاء يسرنا اليوم إطلاعكم على مستجدات منظومة إمداد الغذاء في دولة الإمارات نؤكد في البداية أننا في دولة الإمارات وتجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة فإن منظومة الغذاء والإمداد في الدولة قادرة على الاستجابة الفورية وتلبية كافة احتياجات الجمهور كما أننا نعمل على هذا الملف الحيوي والرئيسي من خلال فرق عمل تضم كافة الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية والقطاع الخاص للتأكد من توافر السلع الغذائية في كافة أسواق الدولة ومستمرون في تأمين إمدادات الغذاء سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج كما نتابع ونرصد تطورات تجارة الأغذية وإمداداتها إلى الدولة وذلك من أجل أخذ التدابير اللازمة والتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ وعلى الرغم من هذه الظروف الاستثنائية التي تتشاركها الإمارات مع مختلف دول العالم إلا أن قيمة وحجم الأغذية والمشروبات المصدرة والمستوردة في الدولة لا تزال محافظة على نفس الوتيرة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ إجمال الأغذية المستوردة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2020 أكثر من ثلاثة ونصف مليون طن من الأغذية تجاوزت قيمتها 13 مليار درهم بلغ حجم الصادرات الغذائية حوالي 918 ألف طن بقيمة تصل إلى أكثر من ثلاث مليارات وسبعمية مليون درهم بينما بلغ حجم إعادة التصدير أكثر من 455 ألف طن أما فيما يخص الاستهلاك فإن كل فرد في الإمارات يستهلك حوالي 700 كيلو جرام من الغذاء سنوياً وهي معدلات اعتيادية لم تتأثر بالظروف الراهنة ويشمل هذا الاستهلاك 4% من منتجات الأسماك 29% من المنتجات الحيوانية ومشتقاتها 32% من منتجات المحاصيل الحقلية والحبوب 21% من الفواكه وأخيراً 14% من الخضروات ونود في هذه المناسبة أن نطمئن الجميع أننا نعمل بالتنسيق مع شركائنا على ضمان توفير كافة السلع الغذائية الأساسية وخاصة المرتبطة بالعادات الغذائية بشهر رمضان المبارك في كل المنافذ وطيلة الشهر الكريم وسنظل نعمل على رفع جاهزيتنا للتعامل مع كافة المتغيرات وإيجاد الحلول التي تضمن استقرار سوق الغذاء في الدولة خلال الوقت الراهن وكل الأوقات وشكراً لكم كل الشكر لسيد عيسى الهاشمي المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي أرض أحبها الله بادلها الله حب القادة لها وليرضها وكل من يعيش فيها تعرفنا اليوم على مؤسسات مهمة في الدولة على جهد كبير تقوم به مستشفيات ميدانية في مختلف إمارات الدولة فحوصات بالآلاف تصل إلى ثلاثين ألف فحص يومي المهم هو الإنسان على أرض الإمارات كل هذا لم يأتي من فراغ إلا من متابعة حثيثة مخلصة أصيلة من قيادة تحب من يعيش على أرضها أدامها الله إلى اللقاء